أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند النهاردة معنا موضوعات وكواليس وأخبار عديدة جدا في هذه الفقرة وبالتأكيد النهاردة الحدث الأهم كان قرأة الدوري في الموسم الجديد 2021-2022 وقدر الإمكاننا ربطة الأندية النهاردة بتحاول قدر الإمكانية تتغاضى أو تغير الشكل اللي كان موجود الموسم الماضي من حيث تصوير المباريات الكاميرات الكواليتي كمان اللي هتطلع بيه صورة المباريات الفترة اللي جاية إمكانية كمان حضور الجمهور وعلى هامش كل ده النهاردة كان موجود كمان قرأة مباريات الدوري وكل فريق يعرف مين المنافسين ليه في بداية المسابقة وإقامة المباريات في الفترة اللي جاية التواريخ والمواعيد وعدد المباريات والأجندة الدولية التوقفات هتكون خلال الفترة إزاي الأستاذ أحمد ياب رئيس ربطة الأندية النهاردة كان ليه تصرحات مهمة جدا على هامش القرأة وبدأ الكلام في المؤتمر الصحفي النهاردة وفي مراسم إجراء القرأة وقال كلام مهم جدا قال تصوير المباريات الدوري العام هتكون بكواليتي والصورة هتكون HD وقال كمان عدد الكاميرات اللي هتتصور بيها مباريات الدوري خلال الفترة اللي جاية لأنه مهم جدا وانت بتسوع المسابقة لازم تهتم بأهم حاجة وهي التصوير ونقل المباريات وده كل الاتحادات القرية أو حتى الاتحادات الدولية بتهتم بهذا الأمر عشان ده جزء من التصويق وقيمة المنتج لما بيتم نقله من خلال القنوات الفضائية فبالتالي ده جزء مهم جدا اتقال النهاردة تقنية الـ HD 10 كاميرات على أقل في كل مباراة الجزئية التانية وهو حضور الجمهور قال كمان أن في اتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات خلال الفترة اللي جاية بإمكانية حضور جمهور في الفترة القادمة بحد أدنى ألف مشجع لكل فريق بمعنى أن كل مباراة يكون فيها ألفين مشجع ألف مشجع لكل فريق وده بداية موفقة نتمنى الفترة القادمة بإذن الله الجمهور كمان يلتزم لأن أكيد لازم نشكر وزارة الداخلية وجميع السلطات المختصة على منح الفرصة للجماهير في الفترة القادمة في الظل لجائحة كورونا وفي الظل أن ابتدت الدول الإفريقية كمان يعني عودة الجماهير في الفترة القادمة مش عايزين نقارن بأوروبا لأن أوروبا الوضع هناك مختلف تماما في السنوات السابقة أو حتى في الفترة الحالية لكن في إفراقي حتى في التصفات الحالية شفنا الجمهور إزاي رجع فإن شاء الله تكون بداية مباشرة مباشرة في مسألة حضور الجمهور أو في مسألة تصوير المباراة طيب جدول المباراة والقرع أصفرت عن إيه نهاردة وانت بتسحب كده الأرقام النادي الأهل النهاردة كان رقم واحد ودائما كده النادي الأهل رقم واحد في أي مناسبة أول مباراة مع الأهلي هتكون مع الإسماعيلي خلال الفترة اللي جاية وبنتكلم على انطلاقة الدولة يوم 25 أكتوبر فهتكون أول مباراة للأهلي يوم 25 أكتوبر مع النادي الإسماعيلي المباراة التانية في الإسبوع التاني مع البنك الأهلي اللقاء في الإسبوع التالت مباراة الزمالك مباراة القمة الإسبوع الرابع الأهلي هيواجه المولين الإسبوع الخامس غزل المحلة يستضيف الأهلي الإسبوع السادس الأهلي يستضيف سموحة الأسبوع السابع فيوتشر هيستضيف الأهلي الأسبوع الثامن الأهلي يستضيف بيراميدز الأسبوع التاسع الجونة يستضيف الأهلي الأسبوع العاشر الأهلي يستضيف مصر المقصة الأسبوع الحداشر فاركو يستضيف الأهلي الأسبوع الاثناشر الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري الأسبوع التلاتاشر المصري يستضيف الأهلي الأسبوع الاربعتاشر الأهلي يستضيف الشرقية للدخان الأسبوع الخامس عشر إنبي يستضيف الأهلي والإسبوع السادس عشر الأهلي يستضيف طلاع الجيش والإسبوع السبعتاشر ختام مباراة الدور الأول سيراميكا كيليو باترا سيستضيف الأهلي طبعا كل فريق هيكون عنده ملاعب في الفترة اللي جاية كل فريق اختار ملعب أساسي وملعب احتياطي كلنا عارفين أن مباراة النادي الأهلي هتكون على ملعب الأهلي والسلام سواء محليا أو حتى إفريقيا استاد الأهلي والسلام هو ملعب الأهلي في دور أبطال إفريقيا اللقاء الأول مع الإسماعيل يعني نشوف الفترة اللي جاية بقى أيا كان المكان عشان عارفين أنتوا كل سنة الموضوع ده بيتطرح والأهلي معندوش مشاكل يلعب في أي مكان مباراة في إسماعيلية المباراة في برج العرب الأهلي ملتزم أيا كان المكان الشيء الثاني المهم مباراة القمة في الأسبوع الثالث نتمنى يا رب تكون في معادها والدوري يتلعب أول أربع أسابيع قبل أجندة نوفمبر في الفترة اللي جاية وعدتكون البداية قوية جدا الإسماعيلي ثم البنك الأهلي ثم الزمالك ثم المقاولون العرب بدأ قوية جدا للنادي الأهلي في الدوري العام لكن هذه المباراة هتلعب بعد ختام مبارتي دوري أبطال إفريقيا مع الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر في النيجر ويوم 23 أكتوبر على استاد الأهلي والسلام لكن 23 أكتوبر تلعب الدوري 25 أعتقد ممكن هتكون البداية آه الدوري 25 لكن ممكن قال يبدأ 26 أو 27 أكتوبر حسب ما هتعلن لجنة المسابقات الموعيد في الفترة اللي جاية الأستاذ عامر حسين المصرف على إدارة المسابقات أو لجان المسابقات في الاتحاد بما أنه طبعا عضو في ربطة الأندية قال فيه توقفات دولية في شهر نوفمبر كلنا عارفين هده الأجندة القادمة الأخيرة الجولة الخامسة والستة في التصفيات الإفريقية المهيلة لكاس العالم ثم فيه توقف آخر في شهر ديسمبر توقف ديسمبر بنتكلم أن كاس فيفا للعرب في الدوحة من 30-11 لغاية 18-12 والتوقف الثاني من 26-12 إلى 6 فبراير وهذا توقف عشان كاس الأمم الإفريقية ثم كمان فيه توقف في مارس الدور الثالث لتصفيات كاس العالم المرحلة الفاصلة البلي أوف ثم فيه أجندة في مايو وما ننساش أن فيه مباريات الأندية المصرية لما تتأهل للدور القادم بإذن الله دور المجموعات ممكن يترحل شوية ما يبدأش في منتصف فبراير بعد كاس الأمم لأن كاس العالم الأندية حسب معلوماتي ممكن يتلعب عاقب كاس الأمم الإفريقية خلال الفترة اللي جاية في إحدى الدول الخليجية فبالتالي فيه ترحيل لعدد من المباريات في الفترة القادمة بالنسبة لي مباريات المنتخب ومنسبة أيضا كمان لمباريات الأهلي والأندية المصرية في البطولات الإفريقية شهر 7 وشهر 8 هيكون أكتر شهور فيهم مباريات محلية توقعاتي أن بنتكلم ما يقرب من 10 ل 15 مباراة هيتلعبوا في شهر 7 و8 لأن اتداء من 25 أكتوبر لغاية شهر 5 أو 6 بالكتير هتلعب 17-20 مباراة لأن التوقفات كثيرة جدا زي ما أعلنا النهاردة الأستاذ عامر حسين في ظل كمان أن دي لسه لم يتحدد موعد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهل ورجاء وكأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية ده بشكل العام كل التفاصيل الخاصة بأرعة الدوري العام في الفترة نتمنى يكون موسم إن شاء الله موفق ونتمنى لجنة الحكام يكون عندها دور جيد في إعداد الحكام في الفترة اللي جاية وتجهيز حكام أفضل في تقنية الحكم الفيديو المساعد تقنية الفار في الفترة القادمة الاتحاد لدور مع لجنة الحكام والربطة لها دور مع المسابقات والأندية في انتظام المسابقة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ولست عندنا تفاصيل في برنامج الترند